طيب هو في البداية طبعا يعني احنا نجيبها من السنة اللي فاتت فاحنا مسكنا الاوكاة الشوقي يعني بجهازه نكلم على الجهاز طبعا كابتن معتمد جمال مدرب العام كابتن طلعت محرم كابتن جده وكابتن كمال عبدالواحد وانا موجود مع الجهاز طبعا فيه طبعا جهاز إداري وجهاز يعني جهاز طبي الدكتور أيمن زين ودكتور الزغلول يعني جهاز كتير وكابتن عشري وكابتن مجد محمد علي كابتن أيمن يعني جهاز ككل يعني محب أتكلم عشان نتكلم كابتن محمد صلاح جهاز كله يعني فالحمد لله رب العالمين عاملين حالة في المؤولين من السنة اللي فاتت في بعض الناس أو بعض الناس بتقول ان المؤولين عرب السنة اللي فاتت احنا كسبنا تعصى حضرات حنا لقابنا ستة ماتشات فيه أول مباراة خصر ناحي كنا بقالنا يومين بالزبط مسكين بيرمز بعد كده احنا لقابنا خمس ماتشات تعادلنا مباراة وكسبنا خمسة نظاقتن فيه ناس بدولها يصل عاصلي فيه مامباراهات يعني لماوين عرب مكسبهاش بعرقه وبتعبه فيه مبارات يعني كان فيه كلام عليها يعني كلام مش حلو يعني كلام مش طبعا اللي هو التفويت والكلام اللي احنا بميسمعه ألف مرة ده في كوره ونبقيحصولش يعني بس اكد دي trained da عشان نربط السنة اللي فاتت بالسنة دي ساعة احنا كسبنا 4 مبارات و4 بعد السنة اللي فاتت فقولوا المعقول العرب بيكسب بزيار بعمبارات وارة بعض يبقى اكيد كان في حاجة غلط يعني فبما يجي السنة دي احنا اخر ست مباريات احنا كذبين خمس مباريات وارة بعض ومشات طقيلة ومشات جمدة وبنكسب بأداء وبسكور والاسماعيلية في اسماعيلية طلع جيش في طلع الجيش بنكسب حرص الحدود بنكسب بمشات كتير وبنتعادي الاخر مبارح مع الاتحاد ونحن شغط الاول نقدر نجيب هدف واثنين وثلاثة والاتحاد مبسوط ونطبع خاد نقطة من المعقول العرب لان احنا عملنا امورة كبيرة قوي مبارح بس نحن كانش في حظ ان احن نكسب فده ان ده اللي عاشق يقول لان يأكد ان المعقول العرب لما كسب السنة دي فاتت اربع مبارات من خمسة مكسبش بالصدفة لا ده بأداء وبمجهود بوزل من اللعيبة ومن الجهاز الفني وشغل مخترم من جهاز كابتن شوقي على رأس الجهاز كابتن شوقه مدرب كبير لما جي مسك المعقول العرب في اختياره لكابتن شوقي في البداية خالص من السنة اللي فاتت كان مهم او انه يبقى فيه اختيار للموديل الفني اللي هيمسك لان تعارف المعقول العرب كان في محنة صعبة قوي السنة اللي فاتت وكان كان مهمة تحرية واعجازية ان احنا نقعد في الدوري ب13 بونت من خمس او 13 بونت من خمس مبارات طبعا الاختيار تم من خلال طبعا الادارة المحترمة في المعقول العرب الهندس محسن صلاح رئيس النادي المواصل محمد عادل الموجف عام على طورة انا سألتك سؤال في منتهى الخطورة انت تحديدا كنت دفي بعد ما المعقولين بقى في الدول بعد ما عادنا في الدول وقلتلك انت راجل عندك تاريخك كابتن شوقي غريب عنده تاريخه مزبوط فانت تروح تتخل مهمة زي دية والفريق غالبا هيهبط ما هيدي حاجة في السجل بتاعك وفي تاريخك وفي شغلك تاريخي الناصع البياض اللي خليني اروح لفرقة هي بتهبط فاهبط معها في اسم تاريخي مزبوط فكان مخطرة كبيرة حتى انا قلتلك حضرك وقتها يعني مش هيقبل المهمة دي غير حد كبير وحد بيقبل التحدي لان هي بص المواقف بتصنع الابطال دايما يعني مش ممكن هتتحط في مواقف يعني دايما هتتعايش في رفاهي لانت بتتعرض لزروف صعبة وزروف صعبة دي هي اللي احنا اصلا بنتحط في حطنا فاكتير وكابتشيق وتحط فاكتير مع المنتخبات وميسك منتخب اول وميسك منتخب يلوم وخب بطولات وتحط في مواقف صعبة كتير حتى هو بيلعب فاكر حضرك بتوية افريق طبعا الفين وستة وتمانين فالمواقف الصعبة دي هي دايما اللي تصنع الابطال فانت طول ما انت يعني ام تختبرك مش ما انت عايش في رفاهية والدنيا بالنسبة لك كل حاجة حلوة لما تحط في مواقف صعب هشوف بقى انت ادائك عامل ازاي تفكيرك عامل ازاي تعاملك مع المواقف هيبقى عامل ازاي